اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب البداية الإيجابية لفريق باريس افسي بشعار فكتوريوس البحرين في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وتحقيق ثلاث نقاط في مستهل مشواره في الدوري بعد فوزه على حساب فريق جرينوبيل بأربعة أهداف مقابلة لشيء في الجولة الأولى وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه البداية تؤكد النوايا البطولية للفريق الطامح لتحقيق الهدف المنشود عبر الصعود للدرجة الأولى مشيرا سموه إلى أنه حريص على دعم الفريق في تحقيق الأهداف المرجوة التي وضعها مجلس الإدارة وعرب سموه عن اعتزازه برؤية اسم مملكة البحرين في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية عبر فيكتوريوس البحرين على قميص باريس افسي وهو ما يعزز الأهداف التي تم وضعها ومواصلة المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة عشرين ثلاثين وأشار سموه إلى أن ما حققه الفريق بداية مميزة ستكون حافزا للعبين لمواصلة تقديم العروض القوية في الجولات القادمة متمنيا سموه التوفيق والنجاح للفريق في مباراته المقبلة أمام دانكارك يوم السبت المقبل ترجمة نانسي قنقر